بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لشرح المسائل من مادة مقاومة المواد واختبارتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير محمد القسنطيني نواصل شرح المسائل المتعلقة بالمحور الثاني والذي بعنوان Tension, Compression and Cheer ونشرح الآن المسألة السادسة والتي مرتبطة بالقس اللي هو الشير المعطيات لهذه المسألة كالآتي معانا هذه الرسمة هذا المصمار في الحقيقة معرض إلى Double Shear المعطيات كالآتي Thickness T 15 mm Allable Shear Stress 90 MPa Allable Bearing Stress 150 MPa لو أن القوة P قوة الشد لمعانا هنا P والتي هي في الحقيقة قوة القس تساوي 31 كيلو نيوتن مطلوب القيمة الدنيا للقطر المصمار التي تتحمل هذه الظروف لابد هنا أن بحسب المعطيات أنه عندنا Allable Shear Stress والAllable Bearing Stress أن نقوم بالحساب القطر في البداية بناء على Allable Shear Stress ثم بناء على Allable Bearing Stress ثم نقارن بينهما ونأخذ القيمة الأعلى بما أنه الطاو Shear Stress يساوي القوة تقسيم 2 الأرية 2 لأنه Double Shear فإن الأرية تساوي P تقسيم 2 ضرب الألوة بالShear Stress مع العلم أن الأرية تساوي هي الكروس سكشن الأرية للمصمار تساوي Pi D تربيع على 4 نسحب D تربيع من القانون يساوي جذر تربيع 2P تقسيم Pi ضرب الألوة بالShear Stress هنا القطر يساوي 14.8 ملي متر مبنية على ماذا الحسابات؟ مبنية على الألوة بالShear Stress خلينا نرى الحسابات المبنية على ماذا؟ على الBearing Stress السيجما بيرينج تساوي القوة تقسيم الأرية للBearing الأرية للBearing طبعا تساوي كم؟ تساوي الثيكنيس ضرب القطر ونحن نبحث عن القطر أرية بيرينج تساوي Pi تقسيم السيجما بيرينج أرية بيرينج وهي D ضرب T الD نسحبها من المعادلة D تساوي Pi تقسيم الثيكنيس ضرب الألوة بالBearing Stress اللي هو 150 ميجا باسكال نتحصل على أن القطر يساوي 13.8 ملي متر هذه الحسابات مبنية على الBearing Stress بالمقارنة ما بين الأثنين فإن القطر الأدنى الذي يجب اعتماده هو أعلى قيمة في الأثنين وهو 14.8 ملي متر شكرا للمشاهدة